اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة عشان كنت بشوت وبجيب جوان الحمد لله كان ربنا موفقني فهي دي اللي بتعمل العيب الكورة وهي دي اللي بتخلي اسمك حتى دلوقتي بعد ما بطل بيفضل في الأزهانة عند الناس برافو عليك أنا لغاية دلوقتي الاهدف بتاعت الحمد لله في أي مباراة كمة مثلا أهلي وزمالك دايما يجيبوا مثلا هدف الزمالك اللي أنا جبتوا في الزمالك يجيبوا دايما الاهدف فهي الحاجات دي يعني بس تعرف الأهم من التصويب كمان طبعا دي مهارة كايت عندك وكايت حتى هي مهارة نادرة في لعيب الكورة المصرية على ماري التاريخ مش ولك في الاسف دلوقتي محدش حتى بيشوت دلوقتي بش فيه خالص أصلا ما بيش بس الأهم من ده كله وانتو تفرج على الاهلي وانتو تفرج على الزمالي كنتو تفرج على منتخب مصر لعيب الوسط اللي يعرف ينقل الكورة من المنطقة الدفاعية ويروح يبوشه للجون ده مش موجود خلاص دلوقتي اكتريت البقاء انا فهم قصدك دلوقتي اللعيب باللوص هتحس اللي هو خايف من الكورة أيوه مع ان دلوقتي المفروض يعني اللعيب الكبير اللي هو بيفكر قبل ما كورة بتجيله صح انت لو قاري الملعب او شايف الملعب انت واقف فين انت هتبقى مرتاح الكورة هتجيلك انا عارف اللي انا هروح من بصير الكريم على طول ده اللعيب الزكي الوحيد اللي كان بيعمل لها كمان بشكل مميز جدا ابو تريكا وعبدالله السعيد ايوه هو الكورة بتبقى جاله كده تلاقي ابو تريكا اروح عاملها كده يعملها كده فده اللعيب الزكي لكن احنا للأسف دلوقتي اكترية اللعيبة اللي هي بعد ما الكورة بتجيله وبس تلمها بيبدأ يفكر فكل ده بياخد وقته بالتالي اللي مسكك او الخصف مش هيصبر عليك ولا هيستنى عليك فهي ده بس اللي بتفرق لعيب عن لعيب لكن كلها طبعا كل لعيبة غاية لكن في لعيب امتى بيعرف يبقى كويس وفي لعيب زكي في الملعب وفي لعيب هو اللي بيخلي نفسه وحش هو اللعيب اللي مش موفق او وحش بيبقى ازاي انت اللي بخلي نفسك كورة دايما نميز باز بتضغط عمانك على طول لكن هو ده الفرق بين لعيب والعيب ليه بقى؟ السؤال عايم دلوقتي ولسه عن الكلام عالمنتخب كتير كمان ليه بقى مفيش لعب وسط من النوعية دي يعني انا افهم انه يقول لك مفيش مهاجم كويس عشان طرق اللعبة تغيرت فالمهاجمين ما بقوا ازاي زمان مهاجم سندوق يفضل في سندوق فلازم ينزلوا بتاع يقول لك اصطلو مش عارف اللي فت باك والرايت باك اللي هو زي الايمرو زي الايسر زمان في طريق التلاتة كان بيبقى اليوم ادوار هجمها فدلاتي بقى ادوار هجمها يعني فيه سبب ليه بقى لعب الوسط دلوقتي ما بقاش عنده المهارة دي هي بتبقى امكانيات يا كريم كل الجيل او موهبة يعني فيه لعيب مثلا هو مولود حريف حازم امام ابو تريك جمال حمزة هو حريف فيه لعيب مثلا عمر زكي مش حريف بس بيمتاز بالقوة والسرعة والبنيان فهي كل واحد ليه مكاومات او كل واحد ليه امكانيات موهبة التصويب كان حسن عبد الرب الناس اللي دايما بتشوف من بعيد كابتان احمد حسن الناس دي كانت هي عندها موهبة التصويب احنا قمش حريفة لكن عندنا موهبة التصويب صح فهو فيه واحد سريع فيه واحد لعيب كرته كويسة بس مش سريع فيه واحد بلعب بدماغه كويس فيه واحد بلعب برجله كويس ما هي دي امكانيات بس احنا كنا بعد التمرينة كريم مثلا تلاقي مثلا مستر جوزي بياخدني هنا مثلا وعبدالله صعيد مثلا وحنا تفعل تتمرر مثلا 20-30 كرة بعد التمرين تشوف عشان هو شايف اللي انت عندك الموهبة دي فبينميها اكتر فبالتالي لما بتجي في المباراة لو شط لك اتنين تلاتة واحدة فيهم بتخش وده اللي بتخلي دلوقتي اللي حد دلوقتي فيها ملعبة بطلتة كريم صح لكن دلوقتي انت بترفع حتى الحمد لله لا الناس فاكرينه الناس بتصور معينه الناس عارفة الدنيا ايه فكل ده ليه عشان التصويب مزبوط فعندك حق طيب منتخب مصر كان عنده مواجهة قدام غينيا من كام يوم كمان كام ساعة يبقى عنده مواجهة اخرى امام المنتخب الاسيوبي رأي كيف اللي حصل في المباراة غينيا اداء وطريقة ولعبين وبالتأكيد جهاز فني في ولاية اولى لكابتن هاب جلالي بص في عجالة كده يمكن انا كنت برضو ساعتها كنت بحل المباراة في احدى القانوات وقلت نفس الكلام اللي هقولولك ده اداء الناس مش راضي على اداء بس الاداء حيجي مع الوقت الكابتن هاب جلالي يدوب مدرب يعني يومين بس او تدريبتين بس قبل المباراة ولسه جهاز فني جديد وكل حاجة كان عليه اللي هو رقم واحد المكسب وخصوصا اللي انت مسافر مباراة تانية برا فالمكسب ده مكسب معنوي فاهم؟ مكسب معنوي اللي هو يخلي الدنيا يعني تفوه شوية لكن كأداء انا مش ألقان على الكابتن هاب مع المنتخب لهو اصلا الراجل ده هو من مدرسة اللعب من تحته كلنا شفناه مع بيراميز شفناه مع المكسب معندوش حتة التطفيش حتى كورا لما بترجع الشريف الكرامي بيحب دايما يبدأ من تحت وبيلعب من تحت فحتة الاداء هو المدرسة بتاعته هتيجي مع الوقت هو بس محتاج يقعد مع الوقت شغل لكن اللي طلعنا منه مباراة تلات نقطة فهو كان اهم حاجة المكسب عشان ده زي ما بقولك ده مكسب معنوي للفرقة برضو يديهم دفعة قبل ما يسافروا للمباراة اللي جاية فهو ده لكن كأداء ان شاء الله هيجي مع الوقت أنا متوقع السؤال بقى اللي مع الوقت وطريقة لعب او مدرسة الكابتين اللعب جلال زي ما انت تكلمت بالزبط هتيجي امتى بقى ما انت بتتكلم في معسكرات هيكل لها معسكرات بأيام قليلة من زي زمان زمان كانت المعسكرات بالشهر وكابتين اللعب جلال مدرب له اسلوبه الخاص هيحفظ اللعبين الاسلوب ده ازاي بص انا عندي معدر وانت مدرب يعني انت فاهم انا فاهم لعبين فترة قليلة والمعسكرات انا فاهم اللي هي بتبقى قبل المباراة هتعمل ايه وهي كده 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 كمان لعيبة بتجيله جاهزة بس انا عندي معلومة ان كاس الامم بنسبة كبيرة ممكن يتأجلها بشان موضوع كاس العالم فدي هتبقى ميزة لكابتين اهف جلال يعني ميزة اللي هو ممكن بقى من خلال مباراة الودية مع تكرار التدريب مع موضوع كاس الامم ده اللي هو يتأجل يتأجل عندك ممكن تعمل مباراة ودية كتيره يطلب من اتحاد الكوري اللي هم يعملوا كذا مباراة فاعتقد كل الحاجات دي اكيد اللعيبة تستوعب وخصوصا انت عندك لعيبة دلوقتي عندهم من العقلية خلاص ده لعيبة محترفة ولعيبة نجوم في عنديتهم ولعيبة مش اول مرة يعني تنضم كريم ده لعيبة دولية ولعبوا قبل كده وعندهم من الخبرات فاكيد هيستوعبوا بسرعة كلام ده لو انت مسك فرقة صغيرة كلام ده لو انت مثلا زي ما انت بتقول كده عشان ديء الوقت انت اول مرة ينضم لكن اللعيبة دي خلاص وانت بتحفظ بس مجرد تشتغل شغل تاكتك هو كابتين عاب جلال في اليومين اللي اشتغلهم دول اشتغل بدني ماشتغلش بدني هي اللعيبة جاية اصلا قريدي اللي جاي من محترف واللي جاي من هنا ومن هنا واللي الدوري شغال هنا فالموضوع انت بتشتغل بس تاكتك بتحفظ بتوريهم طريقة اللعب ايه وهو اللعيب بعلي اللي هو بيستوعب لكن انا متوقع اللي الفترة اللي جاية دي وخصوصا زي ما بقولك لو المعلومة دي اكيدة يعني لو كاس الامم اتأجل اعتقد اللي هيبقى عنده انت كلم على كاس الامم هيبقى في يناير طبس هم خلوه خلاص في يونيو يعني كده كده ان شاء الله اعتقد بقى اللي كده هيشتغل براحته هيبقى عنده وقت كفاية اللي انت ممكن بقى الفترة دي يعمل مباراة ودهية كثيرة وعنده في الاجنتة فاعتقد اللي هيقدر يحفظ اللعيبة واللعيبة على اللي هي عليها تستوى طيب احسألك السؤال بقى الكابت العاب جلال كلها اسئلة مدرب اه مدرب اصلا بحب الاسئلة اللي هي ادام انت معي بترقصني بقى ففرصة اه فرصة رقص معي الكابت العاب جلال مدرب خلينا نتكلم عمليا هو مدرب مالوش جمهرية من الاهلي مالوش جمهرية من الزمالك هو مدرب جاي عشان هو امكانياته الفنية كويسة خلينا نتكلم بصراحة امتى نقدر نقول انه الان الجمهر ستتصق في الكابت العاب جلال هيعمل ايه كابت العاب جلال عشان الجمهر تتصق فيه النتائج النتائج يعني الكابت العاب جلال ده لو مثلا النتائج مشت معه كويس بشكل كويس في التصفيات وبعدين رح يكاسل امم مثلا ايا كان لما تتلعب وحقق مثلا البطولة او وصلنا المراحل المتقدمة والناس شايف الاداء كويس هيثبت عند الناس بص خلينا نتطفك كروش اتقطع فيه وتكلم فيه الكابت العاب جلال الناس برضه اول ما اعلن اللي هو هيمسك الناس تكلمت عليه كابتر حسون البادري الناس كلمت عليه الكابتر مش عارف مين كابتر حسن شحات اللي انا عايز اقول لك الناس هجمت فكرة تعيينه المنتخب وتقال لك ساعتها انه اجماعة ده مدرب منتخب الشباب ومدرب كان في درجة تانية فبالوس بيه كمدرب هي دي كورت القدم وهو هنا واحد منين اعظم واحد في الدنيا ماكروش ده تاريخ كبير طبعا وعنده سيفيه كبير وحقق بطولات كتيرة مع فرق ومنتخبات بس برضه لازم نتكلم احنا المصريين كده امت بقى زي السؤال بتاعك لما تحقق حاجة لما الناس تشوف طريقة جديدة لما الناس تشوف لا المنتخب يلعب يعني احنا في مباريات زي المباراة اللي فاتت دي بتكسب ولا تلعب صح ولا لا صح تكسب ولا تلعب لا انا عايز اكسب عشان عندي هدف تصفيات لكن انا ممكن نلعب وما وصلش الهدف لانا مروحش كاسي الامم بساعتا الناس هتقول ايه هيعجبها الاداة ويقولك مش مؤمن نتيجة لو عملت نتيجة يقولك عصدفين الاداة فاحنا دايما ماشيين بالعكس لكن انا متوقع للكابتن ايهاب زي ما بقولك اللي هو هيعمل الاداة كده كده المكسب مفيش مدرب بيلعب على الخسارة اي مدرب في الدنيا بيبعيز يكسب بس هي الحتة اللي انت بتتكلم فيها اللي انا اقنق الجمهور الجمهور عايز يتفرج على منتخب مصر عايز استمتع وانا بتتفرج على منتخب مصر وخصوصا اللي انت عندك الادوات يا كريم عندك الادوات كل اللعيبة اللي موجودة عندك دي ما تنفس وما يطلع لكش كرة حلوة نتفرج عليها عندك الادوات انا حسيت اللي انت مش مطفق معي في النقطة دي انت لسه من شوية كنت تقولي ان احنا عددها مشكلة في المواف مثلا في العيبة وسط المر لا انا كنت بتكلم على التصويب على التكمل مهارات مش موجودة انا همشي معك واحدة واحدة كابتن اهاب جلال من اول مباراة فيه اختلاف عليه وطبعا الحكم على كابتن اهاب جلال مبكر جدا ما ينفعش يتحكم عليه بس كالوس كيروش كابتن حسام البذري اييري كوبر قبلهم كان دايما الناس تتحدث عن الاداء بتاع منتخم مصر مش كويس هل كل المدربين دول ما كنوش كويسين مش عارفين يعملوا اداء مش كويس ولا هي كات المشكلة في اللاعب في المجموعة اللاعبين اللي موجودين سؤال محير بسرعة بص الاتنين يعني عشان ما شايلش اللاعب الوحدود وعشان ما شايلش المدربين بس اللاعبها هي هي اللاعبها هي مع اختلاف مثلا بتلاقي تلاتة طبعا مفهوم بس ما بيبقى ستشايف اللي انا اقدي قدم انا عندي هدف مضغوط اللي انا لازم اكسب عشان اسم بلدي وتشيرت بلدي كاس الامم الافريكية الرغم اللي احنا قدينا ولعبنا مئة وعشرين دي افكازة مباراة وصلنا النهائي وكل حاجة بس كان لازم عندنا رقم واحد اللي انا عايز اخد البطولة واحرز البطولة فما كانش حد مركز اللي انت تعمل اداء الناس كلها كانت متحمسة اللي انت تاخد بطولة والناس ما احنا وصلنا مع السنغال وي 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 واتشدكت وقتان اللي احنا ما بنركز احنا اما حاجة بيغض النظر على ده اللي احنا عايزين ناخد الكاس وخلاص صح فهي الكاسة كلها اللي كابتن اهاب عنده اسلوب بس امتى هيجي الاسلوب ده مع الوقت مش من يوم وليلا كده هيفرض الاسلوب وهنلاقي النتيجة على طول لا ده محتاج وقت واعتقد اللي اللعيبة هو بيعرف يتعامل نفسين كويس اوي بيعرف يخلي اللعيبة تحبه ازاي هتستوعب بينه بسرعة انا متوقع للكابتن اهاب جلال كده طيب ما احترامي لكل الناس اللي مسكوا قبل كده لو كلمنا على كوالة اللي موجودة عندنا كوالة اللاعبين بالمقارنة بكوالة اللاعبين موجودين في المنتخبات افريقية اترك مثلا كود ديفور سنغال جزائر المغرب نيجيريا احنا اقوى من مين دلوقتي من دول بص عشان ما بقاش منحاز لحد لكن في فرو كتير خليني واضح وصريح معك اما لعبنا السنغال لا هما في حتة واحنا في حتة تانية خالص حل انا بقولك كده عشان انا صريح لا انا احسن من السنغال لا بالعكس انت عملت حاجة مهمة دلوقتي عشان ابني عليها انو احنا الاول نتصرح مع نفسنا احنا فين دلوقتي احنا لأ ممكن نبقى اقل من دول دلوقتي دي حقيق نوصل ازاي بقى ان احنا نقرب من دول بص انا يعني انت عشان ازبتلك بس احنا فين بص اللعيبة دي كم واحد محترف محترفين فين يا كريم فاعظم اندية في العالم مش مثلا نادي كده صغير احنا دايما نتكلم على محمد صلاح عندنا بس هم عندهم 11 محمد صلاح احنا عندنا محمد صلاح مثلا نقولني عشان دور انجليزي هم عندهم كم دور انجليزي عندهم باريس سان جرمان عندهم البايرن عندهم نابولي عندهم مش عايف تنيين انت بتتكلم في كلهم تحس اللي كلهم ساديوماني كلهم زي ما احنا بنقول كده كلهم محمد صلاح بالزبط تحتار تمسك مين ولا مين بص الفرقات بص الامكانيات واحد على واحد بيعدي ازاي بص الكوة والسرعة واحد الاستلام والتصويب اللي انت كنت لست بتكلم عنه لا هو عنده من الكدرة اللي هو يعمل اي حاجة في الكورة يعني احنا مثلا ممكن تلاقي عندنا واحد اه بيشوف بس عنده مهارة في المهارة اه سريع مثلا صلاح سريع بس ما فيش حد بيساعده ده عنده بيستلم تحت ضغط وسريع وقوي شوف ساديوماني ده بيعدي من كم واحد زي بيعدي زي سكينا في الحلقة وزي ما بيقوله فالناس دي في حتة وإحنا في حتة هم متأسسين صح مع الدوريات انا مش بحب الحاجات الهداء انا ما قصدش من الحوار ده ان احنا نقول احنا ما عندنا منتخب واحد ده احنا وقائيين لا احنا عايزين نوصل بقى نوصل احنا بزيهم عشان نرجع تاني نبقى رقم واحد في الكورة الافريقية نرجع رقم واحد ده محتاجين حاجات كتير ايه الحاجات اللي احنا محتاجينها من وجهة نظر من اللعب اللعب هو هناك عارف امتى بينام امتى بيأكل امتى بيشرب امتى بيتمرن الشغل شغل الراحة راحة احنا هنا عندنا مثلا على سبيل المثال اللعب الكورة مثلا طبيعي بيحب الصهر ده مش موجود في الكورة او ده هناك ما عندهمش كده عندنا كل امور دوري شغال بروح هنا زي اجازة انك عارف بيأكل ايه وبيشرب ايه وامتى بخرج وامتى بسافر وامتى بروح وبدي كل حاجة حقها فأكيد كل غير العوامل الجو مش عارف الزميلك اللي جنبك الملاعب كل حاجة بتختلف انت هنا عندك ملاعب زي اوروبا هتلعب عليها ازاي مهتمة بالناشئين زي برة يعني لازم انت لازم تأسس لازم من البداية من تحت لازم القاعدة من تحت انت مفعش تجي تبني عمارة تبني من الدور الثالث وبعدها لا الاساس الاساس لو مش كويس للمرضي هتقع طب قبل ما خلص المنتخب شايف التشكيل بكرة ممكن يبقى عامل ازاي اعتقد يعني الشناوي الشناوي ربنا رجع بالسلامة بس انا عرفت اللي المسحة سلبية بس ابو جبل قده ممكن كابتن اياب جلال يقول لك المباراة مشيت وكده لكن طبعا سيظل الشناوي هو رقم واحد لكن ممكن يدي ابو جبل الوينش لا خلاف عليه طبعا وياسر ابراهيم ياسر ترى ما سافرش عشان جنعانه لازلت برد ما سافرش مع الفريق فدلوقتي عندنا محمد عبد المينام موجود لا عبد المينام برضو مش موجود اه احتمال يلحق ممكن والوينش موجود فدلوقتي عندك محمود علاء والوينش موجودين في خط الدفاع يبقى ما فيش محمود علاء يعني اعتقد هو ده اللي موجود دلوقتي وهيبقى جنب الوينش وامر جابر عمل مباراة هيلة المباراة اللي فاتت صراحة جدا يعني عجبني جدا انا في رأي كان افضل لاعب اه افضل لاعب وايمن اشرف كان ناحية الشمال عشان برضو فتوح مصاب تمام وفي نص الملعب يعني السلية بقى اعتقد لما نزل خلاص كده اتطمن عليه بشكل كبير ممكن بقى ان يبدأ المباراة وحمدي فتحي موجود اه اتمنى اللي انا شوف زيزو من من بداية المباراة اعتقد يعني اتمنى على المستوى الشخص اتمنى اللي انا شوفه ممكن ترزيجيه بقى لو برضو الاصابة يبقى موجود مصطفى محمد بقى نشوفه الراجل بقى نفسيته مفتوحة للأهداف وهو اللي جاي بجون الفوز المباراة اللي فاتت واعتقد اللي احنا كلينا شكل بعد ما نزل كمان يا كريم خصوصا اللي يعني بيلعب ان هو كويس جاي تشوف احمد عاطف يعني احمد عاطف رهد كويس وجاي مستقبل لكن مصطفى محمد بتكلم اللي هو خبرة عنه عشان لها بالفترة اللي فاتت دي كلها وعنده خبرة دولية عنه والمباراة كمان ما جيش هتدي احمد عاطف في مباراة برا يعني لو عايزة تديله حالقالة تديله هنا فوس جمهوري ياخدوا السكة في استاد الكاهرة لكن ما جيش هتديله مباراة برا وجمهور هناك والجو يبقى حر جدا فيبنا كده بظلمه فانا متوقع على مصطفى محمد عشان الخبرة الدولية افضل من احمد عاطف لكن عايزة اقولك اللي احمد عاطف فرود هايل وعنده ثقة في نفسه وهو ده اللي جاي قدام لمنتخب مصر عزيم جدا عايزة افتح معاك حوار يخص اقتراح من اتحاد الكورة بتقديل عدد المحترفين في كل فريق بدل خمسة يبقى تلايطة رأيك ايه هو عايز لو الغرض او النية اللي انت تقول الدوري المصري اتطفق معاك مليون في المئة بس انت مديش دلوقتي يعني في يوم وليلة تقول كده عشان فيه اكيد محترفين كتيرة بيبقى عندهم لسه في عقده سنتين وثلاثة يعني لو هيتنفذ من الموسم الجاي على طول اعتقد هيبها صعب انت بتحط بلان بحيث اللي انت ممكن تنفذه بعد سنتين وثلاثة بحيث اللي احنا نرتقي شوية او نطلع شوية بالمستوى المصري او بتاع الدور المصري فأتطفق معاك طيب هسألك اكتر شوية وانت لما هتقلل المحترفين الدولة المصري كده هيقوى ليه بقى بص مين دلوقتي اللي عامل شاكلا او مين الهدفين او هتلاقي لفارقة جون ابوكاف امبي مابولو اللي هو الفيرونت على الاتحاد السكندري مش عارف فوافي في المحلة مش عارف النادي الاهلي عندنا بيرستاو موجود فهي كده الزمالك سيف الدين جزيري موجود وبين شارقي فانت لما تقلل انت بتدي فرصة للفرودة بتوعنا بكلم لو على خط الامام هتدي فرصة للناس بتوعك انت اللي بتلعب لكن انت دلوقتي هما اللي بيجي يأخدوا السكسي six اما اللي بيجي وعلوا اسمهم هما اللي بيجي وعلوا سجرهم وبعدين بيسيروك وبيمشوا وبيقول المسابقة وبيقول المسابقة الانا قايم معاك الا نائشي انا فاهم وليا فيلاك بكلم بيسيبك في الاخر وبيمشي طيب ما أنا هديك تفصيلة في الدور الإنجليزي مين أقوى العيبة في الدور الإنجليزي لا لا أنا بقولك على سبيل المساعد مش هنقارن الدور الإنجليزي بدور مصر الأسباني هتلاقي أقوى العيبة في الدور الإنجليزي كريم بن زيمة يعني أنا أقصد إنه المحترفين دول اللي بيقوّل مسابقة بتوقع بتاعتك ما هو أنا مش هنخفي بيهم خالص لا إحنا بنتكلم اللي هو يعني اتحاد الكرة يقلل يعني بدل ما يبقوا خمسة ممكن يبقوا ثلاثة زي ما أنت بتقول يعني أنا ما عنديش معلومة بالزبط هم لسه بيدرسوها طبعاً هم بيدرسوها لكن يعني هو عايز إيه يرتقي شوية بالدوري عايز يخلي الناس بقى فيه فرصة أفضل لعيبة أكتر من كل النادي بيروح يجيب له تين وثلاثة فعايز يخلي الدنيا بس تبقى مستقرة طب أفتح معاك زاوية تانيش لو إحنا فتحنا عملنا العكس بقى خالص عملنا الراي الأجريسيف قوي يعني وهنا نفتح الباب للمحترفين نقول مثلا يبوا 8-9 محترفين في كل فريق ومش معي واحدة واحدة وفي الإمكانيات اللي هتخلي النادي يشتري كل بقول مثلاً لو إنت معاك فلوس معاك فلوس وتشتري مش كل لديها هتعمل كده مش لها يديني فرصة كمان أنا أعرف أصدر منادروقتي أنا كل واحد كل فرقة بتمسك في اللعيبة المواهب اللي عندها يعني أنا عندي إينو في الأهلي ولا الزمالك لا أنا مش سيب إينو ويطلع بردر ما عندش غيره فأنت يكون نجي لك عرض حلو في البرتغال فيقول لك لا برتغالي أنا عايز يروح الى المديد يا إما مش سيبه ده العرض الجملة الشهيرة العرض اللي هي لك بالنادي بس أنا لا عارف أجيب واحد مكان إينو من أفراقيا هسيب إينو أكيد طب ساعت أنا هكسب إيه بقى ككورة مصرية إن إحنا بقى عندنا ما شاء الله لعبها محترفين يعني زي ما إحنا بنستولد بقى مضطردين نصدر أه طبعاً خلي بالك في مواهب كتير جداً كلها هوجين إيبوكا ده إنت هتعرف إيبوكا ده بتاع إيمبي ده كابتال قعد تحت الاختبار شهر مع كابتال حلمي طولاً؟ طبعاً قعد شهر يعني ما كانش عايزي مضيه طبعاً قال لك أشوفه شهر في المغارات والديها وشوفه النهاردة رقم واحد في الدور المصر إنت عرف إيبوكا كان بيلعب فين؟ كان بيلعب في الدوري مالطي دوري مالطة الشمالية اللي هو دوري هوه أصلاً طبعاً قال لك أشوفه النهاردة كل الناس بتتهافت عليه النهاردة هو كان جاي إيمبي ده جايبه بكام؟ النهاردة تلاقي إيمبي ده بيطلب فيه كام؟ مزبوط هو ده الاستثمار تعرف إيمبي بالمراسبة إيبوكا كان بياخد لحد فترة قريبة عارفت في الموسم كان بياخد كام؟ مية وعشرين ألف دولار زودوه شوية بقى امتين ألف دولار ده بعد ما جاب له بقى جنين تلاتة وكاسة امتين ألف دولار في السنة يعني ولا حاجة لعبة الأقلي وزمالك مكسرين المليون والمليون ونصف دولار في الشرق النهاردة بقى لو إيمبي لو إيمبي حب النهاردة يبيعه زي ما احنا شفنا الفترة الأخيرة على المواقع السوشيال ميديا هتلاقي إيمبي بيطلب كام؟ مش عالي من خمسين مليون جنيه صح؟ طبعاً أربعين خمسين الرنج اللي هو المتاح اللي بعد الوقتي اللي بعد الوقتي الفترة دي انت شوف هتلاقي إيمبي كسب فيه كام؟ وكان جاي تحت الاختبار أتمنى اللي إحنا نشوف يعني ناس كتير على نفس المنوأة بس أتمنى اللي إحنا نشوف مصريين أكتر من اللي أشوف أجنب أنا نفسي شوف مصريين بره ما أحنا علىك انت عارف أن شايل هم إيه؟ انت عارف أن شايل هم إيه؟ بعد ثلاث سنين أو أربع سنين لما صلاح يبط يعني ربنا يحرصه ويحميه صح الناس دلوقتي يعني خليني أخش الناس اللي بتتكلم على صلاح الفترة الأخيرة وبتنطقت صلاح هقول بالشياكة بتنتقل لكن هم بيعملوا أكتر من كده ده فخر يعني فخر العرب شوف الناس بيستقبلوه إزاي في كل حتة بيغنوه إزاي مو صلاح في الاستاد يعني إزاي أنت يجيلك من التفكير اللي أنت تكلم على صلاح كده ده ابن بلدك مبارح مبارح كان منازل صورة على البحر وكاتب إيجيبت كل المواقع العالمية والأكاونت على ليفربول كل الناس حاطين صورة الصلاح وكاتبين تحتها إيجيبت يعني مش بمجرد لعب كورة يا جماعة سفير طبعا سفير طبعا سفير طبعا سفير طبعا في ناس ما احترامي ما كانتش عارفة أصلا الدور المصري ده خالص لما صلاح ظهر إيه ده صلاح منين مصر إيه إيه تلاقي الناس دلوقتي كلها بتتكلم على الدور المصري فهو صلاح زي ما أنت بتقول لخصتها في كلمة سفير لمصر برا عرف الناس كلها عرف العالم كله الناس كلها دلوقتي بتتابع صلاح وانت قلت نقطة اللي خدتنا بيها لصلاح انه يا جماعة بعد ثلاثة أربع سنين هنقوله يوال يوم من أجابك احنا دلوقتي بنبقى فرحانين والناس كلها في الهاوي وكفهات وكله بيحضر وبيشترك في الكارت وبتاع بيعمل كل ده عشان صلاح النهاردة يلعب صراح النهاردة انت هل بعد ثلاثة أربع سنين عندك لعب مصري هيوصل يلعب نهائي فاينل دوري أبطال أوروبا هو الله أعلم طبعا الله أعلم بالغيب بس المستوى القريب مش شايفين حاجة زي محمد صلاح مش شايفين مفيش مؤشرات بتقول كده فاهم يا صد ايه؟ طب اقولني ما احترامي موجود في انجلترا بس فاهم بس النادي بتاعهم ما بيلعب ما بيوصلش للمكانة دي فانت عندك حد دلوقتي في مصر عمرها ما حصلت ومعتقدش اللي هي هتحصل يعني الله أعلم كل شيء جايز لكن بعيد شوية فانت صلاح بعد ثلاثة أربع سنين ان الراجل ده هنقول يا جماعة ده احنا كنا بنقعد كده ومنستنى نشوفه انا بنقول ان احنا الجيل المحزوز اللي شاف محمد صلاح دي حقيقة مش مبلغة اه دي حقيقة انت هتيجي تحكي لولادك وإحفاظتهم هيقولك هتك اللعيف فعلا كده هم بيفرجوا على الفيديوهات على اليوتيوب هم بيفرجوا على اليوتيوب ده ما شاء الله ربنا يحميه بقى في حتة تانية خالص بس انت تحس اللي قعد فكر كده ده بعد ثلاثة أربع سنين خمس سنين ربنا يديله الصحة مش هيبقى فيه صلاح في الملعب الاوروبية الراجل ده 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 عمل لنا شكله وعمل لنا اسمه وعمل لنا منظر وعمل لنا كل حاجة فالراجل ده بعد كده مين هيعمل لنا كده السؤال بقى وهفضل اقرره عليك كل شوية عشان كل ما يبقى معي يضيفها قد اجري معه ازاي ان يطلع لعبين يحترفهم وانا نفسي ازاي ان شوفت ديسكو الكرم راح جايب نادي هناك اسمه ماريتمو وجي النادي والجواب تحط في الدرج اللي الدكتور كامال درويش ولا حد يعرف عنه حاجة وانا عرفت متأخر ما الله اعلم كله في علم الغيب ما لو كان اينو ده كنت لس عندي 19 سنة كنت ممكن رحت البرتغال ساعتها وكتكسرت الدنيا كنت في حتة تانية مثلا اللي بيعمل كده في اللعيب الاوروبيين اللي هو لما بيجيله حاجة يطلع صغير بدري يكسر الدنيا هو ميده سافر امتى وعنده 17 سنة لما راح بالجيب يكسر من هنا بدأ بقى يكسر الدنيا مارسيليا هنا توتنهام مش عارف فين هو ده لكن انا افضل متمسك باللعيب بتاعي تابوا ليه؟ ما هنقولك ليه؟ عشان الماركب بتاعي السوق بتاعي في مصري هنا سوق صغير يعني دلوقتي نادي الزمالك مطلع اينو لو ماشيت اينو مش عارف اجيب من الماركب الصغير دوت تلعيب زي اينو فلا انا هسيبه معايا يبقى انت قضيت عليه؟ انا هقولك بقى لو انا في ايدي ان انا اطلع لو مسموح لي ازود الافاركة والاجنب اللي عندي خلاص اينو اطلع انت او انا هجيب واحد من غانا عشان كده بقولك ان هي لفة شوية اتمنى بس اللي يجيله فرصة كريم يعني اللي يجيله فرصة ويجيله عرض سيبه ما هو يقولك لا انا انا الاهلي او الزمالك العرض ليالك باية ليه عشان انت جالك مثلا 200 الف ودرورة 300 الف ودرورة اولا نصف مليون دولار يقولك لا انا ما بيعش لعيب عندي من نصف مليون دولار طب انا ممكن ان اعملها بطريقة اسكا من كده ابيعه دلوقتي بال 200 الف ودرورة والراجل داي يكسر الدنيا بعد سنة اثنين واحط بند في العقد في حالة مثلا بيعه يجيلي عقد كذا او كذا طب في كذا طرق يعني فهم بس على الال انت هتستفاد وهو بيستفاد ومنتخب مصر في الاخر بيستفاد هو الدور المصري ده معمول ليه عشان في الاخر منتخب مصر فاحنا كلنا بنخدم مصر في الاخر فاهم لكن احنا مشكلتنا اللي كله عايز انا انا عايز كام والفلوس كام وانا رقم واحد بس نفسي لكن لو كل واحد انكار الزت اعتقد هنبقى في حتة تانية انا في كم لعيب بقى جالهم عرض زي اللي جالك دوت مثلا كم واحد العرض قليل ومواهب كتيرة انت عارفك انه ممكن نوصل مثلا افريكيا بلاش فرنسا وبلاش عندهم كم محترف المدرب بيجي ناقي من المحترفين ما بيبصش في الدورة بتاعهم مثلا هو بيقول له مثلا قائب ما فيها 23 محترف وعنده زي يوم ثلاث مرات بره انت بتخيل انت بتناقي من المحترفين هم هناك عنده مثلا 16-17 سنة تلاقيه على فرنسا مش عارف على المغرب على فين ما بيلعبش في بلده احنا هنا عندنا لازم امسك اللاعب لغاية ما يبقى عنده 25-26 سنة وبعدين لما يجيله افكر لنا ابيع طب ما تسيبر اللاعب ده يكمل ويشوف دنيته ايه ثاني قالوا التحاد الكرة او بيشتغل على ايه التحاد الكرة انه يقال القوائم الانداية السنة الجاية لـ 25 لعب بدل 30 لعب رأيك ايه؟ يعني مش عارف اعتقد اللي ده يعني تركيز شوية مثلا لعيبة تركز شوية مثلا هم عايزين القائمة لكل فريق تبقى 25 بدل 30 لغاية التلاتين ديت وقته الكرونا خلينا يبقى فيه 30 عشان اللاعبها تريح ويبقاش فيه اصاباته وخلافه لكن دلوقتي خلاص الامور هيدت بالنسبة لجاحة الكرونا فنخليهم 25 تلاتين فيه عندها تضر وفيه لعبها بالنسبة العادي يعني مثلا مع احترامي يعني اللاعبها اللي مش بتشارك مثلا في بطولات كتيرة زي الاهلي والزمالك يعني مثلا المحلة استرنكامبا عارف انت المقولين اللي هو بيشارك في الدوري بس او كاسو ممكن ما بيكملش ده بالنسبة له 25 عادي لكن الفرع الكبيرة اهلي زمالك عنده كاس مصر عنده دوري عنده سوبر عنده افريقيا كل الحاجات دي انت ممكن مع اصابات مع توقف مع انزارات ما تلاقيش اللاعبه بتاعتك ففيه عندها ممكن تتضرق كبيره عشان يبقى عايز لعيبه اكتر من كده وفيه عندها بالنسبة له معادي وفيه مداربين ما بتلعب ب13-14 لعيب بس في عمصه دي هو ممكن يعملها زي ما اتعملت قبل خمسة وعشرين وخمسة تحت السن دي اعتقد ممكن يبقى فير شوية لكل الناس يا فير كمان للاهلي والزمالك اللي بيشاركوا في مطاطق اعتقد اه اعتقد مش هيعترضه لا لا احا صح تعترض لانت عنده خمسة ما احنا بنشوف دلوقتي احمد نبيل كوكا موجود عربي بدري موجود فخري موجود انا بكلم على الاهلي يعني نفس الحكاية الزمالك كان عنده كذا ناشي طلع الفتر اللي فاتت فالعيبة دي برضو دي مستقبل النادي فلازم ياخده فرصة دلوقتي طيب عظيم جدا بما انك ذكرت النادي الاهلي سابقو لك انا في الاخر عشان نتكلم في براحتنا الاهلي الان بعد الخسارة بطولة افريقيا بدأ مجموعة كبيرة من الناس تقولك لا بيت سمو سماني نجحاته تشفع له انه يكمل مع الفريق وفي مجموعة تانية تقولك لا هو قوي صحيح نجح بس دي مش الحاجة اللي هتفضل تضمنه النجاح طول الوقت هو الراجل بقى له فترة بيخسر بطولة خسر دوري خسر السوبر خسر بطولة افريقيا فخلاص مش هيفضل للأبد وإلا كان جوزي مورنيو فضل مع تشلسي للأبد انت مع اني رايش؟ انا مش مع الهو يمشي دلوقتي وهقولك لي النادي الاهلي اصلا كمان بطبيعته مش بتعامل بالقطع يعني إلا بقى لو حصل ضروب جامل جدا في كل البطولات لكن الراجل حقق قبل كده بطولات واثنين افريقيا متتاليين ودوري وسوبر يعني الراجل برضو زي ما احنا قولنا عنده حاجات تشفع له فمش من مرة كده اتبحه وبعدين انت لو ماشيته دلوقتي انت عندك دوري ومطالب اللي انت تاخده عشان زمالك بطل النسخة اللي فاتت فانت عايز ترجع الدوري تاني للنادي الاهلي خلصت كل حاجة ما قدماكش اللي دي لازم تركز فيها كويس فانت لو عملت كده دلوقتي او غيرت كده اعتقد اللي ممكن يحصل ضروب في الفرقة انا دلوقتي اقفل على نفسي والنادي الاهلي دائمي انه عنده الميزة دي اللي هو خلاص بطولة خسرتها مفيش مشكلة بركز ما هدش يعني ما هدش الدنيا عادي ما تهدش خلاص هي كرة مكسب وخسرة في الاول وفي الاول لا في فرقة هتكسب على طول ولا في فرقة هتخسر على طول صح فالنادي الاهلي يا ما كسب والدولاب بتاعه زي ما بقولوا مليان بطولاته مليان كؤوس خلاص مفيش توفيق ايا كان بقى في البطولة دي مفيش عدل عشان روحنا هناك ومش عايز اخش في تفاصيل بس بحلوها بمره خلاص البطولة هتقفلت عندي مهمة جاية اركز فيها اللي بطولة الدوري والراجل زي ما بحنا بنقول عنده اللي يشفعله قبل كده فانا مش مع الناس اللي بتكلم اللي هو تقول اللي هو يمشي طيب الأداء بقى راضي على الأداء الأهلي في الفترات الأخيرة الفترة الأخيرة لا يعني الفترة الأخيرة لا خلينا بنتكلم بممتال أمانة لا وهو حتى مسلمان يطلع في أكتر من مؤتمر بعد المباراة قالك أنا دلوقتي بكسب أكتر من أداء يعني باهتم بالمكسب أكتر من الأداء وكيف سأح وافيز قبل كده صرح وقال كده فزي ما بقولك فيه مباراة بتكسب ولا تلعب لكن هو خلص هو أمر واكع جمهور النادي الأهلي دايما طمع عايز بطولات دايما ما بيشبعش بطولات ودحقه خد على البطولات دايما فهو الراجل المطالب اللي هو لما بيخسر دلوقتي بطولة ده بيبقى عند النادي الأهلي حاجة مش طبيعية فالنادي الأهلي دايما متعاوض على البطولات أتمنى إن شاء الله للنادي الأهلي وأنا متوقع ولعبت وجربت في نفس المواقف اللي أنا لما كنا بنخسر بترجع تفوق بتاخد بطولتين ثلاثة بعد كده وحصلت كتير مع النادي الأهلي أنا متوقع على النادي الأهلي بعد بطولة أفريكيا دي هيركز أكتر ولمورة تمشي معا بشكل كويس من اللعيب في النادي الأهلي دلوقتي عايز تقوله عايز أشوفك كويس عايز أشوفك بمستوك الطبيعي بقى لك فترة ما شفتناكش بالمستوى ده محمد هاني محمد هاني كان كويس وبعدين لما خد بعد إصابة أكرم توفيق كان طلع كويسة جدا لكن الفترة أخيرة مش مركز يعني فأتمنى اللي هو يعني يرجع المستوى وخصوصا لأنت يعني أنت وكريم فؤاد وأنت اللي راكب ففرصة كويسة للراجل بيقصك فيك وبترعب في النادي الأهلي معاك جمهور كبير وبيدعمك وكل الناس يعني يعني بتدافع قدامك يعني أولايا لما أتلاقي مثلا النادي الأهلي حد فرقة بتهاجمه فأنت أقول رادي أنت معك الكرة كتير أنت اللي دايما لك الأولوية أنت اللي دايما بتبادر فأنت كل الأمور معاك مفيش داعي خالص أو مفيش حاجة تخليك اللي أنت تبقى وحش فأتمنى اللي هو يرجع للمستوى الطبيعي مين اللعب تتمنى أنه ياخد فرصة أكبر في الآتي؟ محمد محمود لعيب هايل بس الإصابات يعني بقى له فترة الإصابات بداية بقى له فترة آه هو يعني حظه سيء شوية في الإصابات كلما يبدأ يفوق وينزل تابرين يتصاب فأتمنى اللي هو ربنا يبعد عن الإصابات ويشارك يعني أعتقد لو شارك هيبقى حاجة فرق مين اتنين لعيبة تحب تشوفهم في الأهلي المسلم اللي جاي؟ زيزو من الزمالك أحب أشوف زيزو يعني زيزو أعتقد لو في النادي الأهلي يعني هيبقى يضافه جمدة جدا هيفرق مع النادي الأهلي مع المجموعة الموجودة كلهم يعني أعتقد هيبقى لي يعني هيبقى لي شكل أكبر من كده مين تاني؟ ممكن أشوف أحمد عاطف فيرود فيوتشر النادي الأهلي يعني محمد شريك موجود وبيرستاو وحسام وكلهم طبعاً نجوم وبكنلهم كل احترام بس أعتقد أحمد عاطف لو بلعب في نادي جام هيريز النادي الأهلي هيبقى الموضوع مختلف حسام حسن مظلوم ولا ظلم نفسه؟ حسام حسن كان مكسر الدنيا في سموحه وكان متقلق بس جلنا دي الأهلي في وقت محمد شريف كان فيه الهداف وكان مكسر الدنيا فطبيعاً لو هو مش أول ما هيجي هيلعب طبيعاً لازم تاخد دورك لما خد شوية برضو ما أقنعش الرجل المسلماني فبالتالي الرجل رجع إيه يعني ما أقنع تنيش وخصوصاً تعرف الأجانب ما بيديك فرصة لو ما أقنع تنيش ما ليش دعبة بالعطفة فبيرجع يعني لرجالته اللي بتلعب دايماً فكل فترة لما بنشوفه لكن الحسام طبعاً لعيب كويس وهداف وكان مكسر الدنيا في سموحه ورح منتخب مصر وهو في سموحه فأي لعيب في الدنيا كريم لما بيقعد بيتأثر اللعيب دايما في ممكن يبقى لعيب قليل شوية لكن المبارات هالي بتجيبه طول ما رجلك في الملعب والاستمرارية بتكسر الدنيا بتحب تشوف بيرستاو في الهجوم أكتر ولا تحب تشوفه كجناح أكتر لأ كجناح عشان هو ما عندوش المكاومات بتاعتناس الحرب مش مصطفى محمد اللي بيطلع يلعب بدماغه مش اللي هو قوي المحطة الفروت ده محطة عمر زاكي عب حليم علي وليد عبل طيف عارف الناس اللي هي كتوقف احنا بنطلع عليها يعني الفرقة بتطلع عليها اللي هو يقف يقدر يجيب لي فاول هو لا بيلعب بدماغه ولا بياخد كورة أرضية وكورة حتى المواجهة ما بيعرفش يحجز عليها فلكن لما بيجي من تحت على الأقل مش ممسوك قوي سريع ممكن يعدي واحد على واحد يجيب لي ضرب الجزاء لكن مش هياخد لي كورة أرضية يعني مالوش بقى في الخط والرزع بتاع قدام ده انت عارف ده لازم يبقى لعيب كوي يقدر يحافظ جامد جدا على الكورة ويبقى محطة لفرقته وهو ده اللي يلعب بالفروية ايه رايك فاليو ديانج في الفلتة الأخيرة آآ 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 أليو ديانج يعني لا خلاف عليه ولا غنى عنه في وسط الملعب لعيب كوي سريع بنيان وما شاء الله كوي عنده من الصحة اللي هو يقدر يلعب تسعين دياره أكتر كمان آآ آآ فيه العيب يبقى عارف عارف رسم القلب ام آآ ايوا اللي هو الطالع نازل يعني جي عليه فترة كان مكسر الدنيا وكان الناس كلها بتشيت بيه وطبيعي يلعي بالكورة ما بيضلش لا علي قوي ولا واطي قوي فطبيعي بيحصل له ضرب شوية لكن هو مهما كان له خلاف عليه في نصف الملعب بيه طيب من حاجات اللي كانت ناس بتسأل عليها طول الوقت عن موسيماني انه بيغير طرق اللعب الكتير في الأهل ايه الطريقة اللي انت شايفها الآن ممكن تبعيها الأنسب للنادي الأهل اللي يلعب بيها احسن حاجة 4-2-3-1 انا من وجهة منظرية يعني حتى لما بشوف بيلعب بتلاتة في نصف الملعب التلاتة يعني عارف مهامهم واحدة يعني تلاتة فندر او انت بتقفل نصف الملعب بكل حاجة بس يعني في مباريات ما بتبقاش محتاجة كسافة دي كلها في نصف الملعب طبو انا ألعب باثنين واستفاد بواحد يعني عشرة مثلا افشة او عبادر او او وازود ناحي الهجومية لما بلعب بتلاتة فندرات هم التلاتة بيلعبوا لخط واحد هم التلاتة فندرات يعني معهم واحدة بحاولوش اللعبة كمان هجوميا يعني يعني هم مش بيهاجموا اه بيدي الحرية شوية للسلية لكن برضو التلاتة تحس لهم بيلعبوا فلات شبه بعض شبه بعض طب ما انا ألعب باثنين ودي حرية مثلا وازود في الكسافة الهجومية واحد تاني وانت النادي الاهلي يعني زي ما بقول ما احترامي لكل فرق انت النادي الاهلي انت اللي عندك المبادرة اللي انت دايما اكتريت لوقت كرة في رجلك انت اللي دايما الاستحواز معاك فمش محتاجة انا ممكن ألعب تلاتة فندرات دي مثلا في افريكيا في ماتشو بره عشان نقف النص الملعب واستحوز ماشي لكن مش على طول تلاتة فندرات طيب لالوزة مالك الموسم دا بيخساروا نقاط عديدة ومعهم برامنز كمان هم بيساعدوا بعض بيساعدوا بعض مين اللي هيستمر في خسار النقاط ومين اللي هيزبط حاله الفترة اللي جاي متوقع يعني محترام البيرامنز وكل حاجة لكن النادي الاهلي سيظل هو ونادي زمالك هم اللي هيسرعوا للاخر بيرامنز ممكن تلاقي مثلا زي ما حصل قبل كده كانوا برضو ماشيين كويس وبعدين النفس الطويل لكن النادي الاهلي والزمالك هم يعني دايما بنشوفهم نفسهم طويل مين عمين الرغم اللي عايز اقول لك الحاجة انا اتمنى البيرامنز يفضل كده للاخر وتمنى الابتحاد وفيوتشار والمصري والاسماعيلي ده كل ده بيكوي من الدور المصري وبيقود زي ما قولنا قبل كده على المنتخب صح القصة مش بتختصر بس على اهلي وزمالك ولا مثلا الاهلي بياخد الدوري زي ما كان بيعمل قبلها بتلت اسابيع ولا ولا احنا عايزين الدوري يفضل جامد شكله كوي حتى الناس تستمتع مين عايزين الكم من جاي النادي الاهلي ده حب ولا توقع فني بص هو حب رقم واحد وتوقع فني توقع فني ليه عشان النادي الاهلي زي ما بقولك وانا جربتها لما بيخسر بطولة او بيطلع من موقف زي اللي فات ده بيبقى تركيزه اعلى فهي مباراة الكمة جاية بعد دي صح فاهم وانت بتوقع الاهلي هيكسب فانا متوقع ان شاء الله الاهلي هيكسب جابت المعطاز دي انو شرفت ونوارتك العادة الحوار معاك ممتع جدا حبيب يا كريم والله يعني الحلقة عدت بسرعة بس من حلوتها وكلام انا مش عايز الحلقة تخلص حبيب يا ربي وبتشرف دايما لانا ببقى موجود معاك انت انسان يعني قريب مني جدا وعلى قلبي حبيبي وصويق عزيز وبقى مستمتع انت موجود معاك وبشكرك وبشكرك طبعا كل طائم العمل وان شاء الله تكررتك حبيبي اشكرك شكرا جزيلا لسا بكملين مع حضراتكم بعد اياز الفاصل نستقبل محمد عبدالله ومحمد جمال وكلام اكتر في الكرة خليكم معاك اشتركوا في القناة